ازاي لما لقيه هو متوتر والان ان انا اتدخل عشان اخفف عليه القلق والتوتر يعني هل مثلا اشجعه واقوله انت ان شاء الله ربنا هوفقك وهتجيب الدرجات النهائية وشد حيلك ولازم الدرجات النهائية ولا اقوله انت عملت اللي عليك حاول تركز بس اطول فترة ممكنة خلال الفترة دي وتدخل الامتحان تكون مركز وبعد الامتحانات حتى لو ما جيتش الدرجات النهائية فما فيش مشكلة يعني ولا هل النقطة الاخيرة بتاعت ما فيش مشكلة ممكن تخليها تراخة وخلاص بقى انا مش فارق وامنتو بقى مش مشكلة حتى لو ما جابش الدرجات النهائية فمش مشكلة انا ابقى مسك العصاية من النص لتديره الثقة اوي لان نتيجة الامتحانات ما طلعتش فخلاص ما يتراخش بقوله خلاص ماما وبابا عارفيني ان انا شاطر وان انا هعدي والدنيا بيس وما ضغطش عليه يعني اولا احفزه واتديره ثقة في نفسه انت مش فاكر الامتحان الفلان اما كنت حاسس انك مش مذاكر اوي وجبت الدرجة النهائية منش فاكر الامتحان اللي كان السنة اللي فاتت وانت كنت تعبان قبلها أفكره بنجحاته اه طبعا طب التكي عليها اوي ما انا بقى لي هفكره بنجحاته ومش هفكره بعثراته لا لانه هو لو انا شايف kidding حفكر حفام لا 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 ما انا كده بعيره حضراتك مش فكره لو انا فكرته بعثراته انا كده بهدده بهدده نفسيا انت ممكن تفشل مش فاكرة ما فشلت السنة اللي فاتت لا خليني لو هو تجاوز العصارات ولقيت هو بينجز أكتر يبقى هو خلاص هو تعلم منها مش بحتاج أنه أنا فكره به هي في وعيه هو فاكرها كويس قوي وابتدي أتكع النقط المضيئة عنده فاكر السنة اللي فاتت أما كنت تعبان قبل الامتحان وبقيت تقول أنا مش هقدر أجاوب وجاوبت وكنت ممتاز والمدارس حتى لو خطأ خطأ حتى الخطأ اللي انت أخطأت فيه المدارس قال ده كان فوق مستوى الطالب المتفوق كمان برافو عليك أنا واثقة السنة دي أن انت هتبقى أحسن واحد في الدنيا وأنا راضية بالنتيجة لأن أنا عارسة أن انت عملت اللي عليك بس الجدعا ما سكوتش ما قفلش الجملة عملت اللي عليك الموضوع ما انتهيش تمام؟ يعني أنا أعرف حالات تيجي وأنا شخصيا عصرت طالبة عندي كانت مادة صعبة شوية في تدريس الجامعة والبنت جات في الامتحان مذاكر المادة جدا ونتيجة التوتر والعصبية هي طرعت من الامتحان بتقولي أنا مذاكرة جدا بس أنا معرفتش حل أنا حلت خالص لأ حلت بس هي بقى الأصل اللي مذاكر ده انت دايما أقولك ما بيخافش اللي مذاكر يعني دايما الهادي والجدع لا يبالي ده بقى خلاص ده بيع القضية حضرتك خالص يعني مش لأن منطقنا داخل الامتحان حتى لو أنا مذاكر حتى لو أنا مذاكر لازم أبقى يعني يطر هعمل إيه يطر الأسئلة هتيجي زي ما أنا متوقع يطر أنا هقدر أحل كويس لازم يبقى عندي جزء من القلق يكون إيجابي فالبنت طلعت من كتر القلق اللي استريس اللي هي وقع عليها قالتني أنا بقيت عارفة الأسئلة وحسنت أنا نسيت كل حاجة بقيت أكتب وكتبت حاجات بس مش هي اللي تديني امتياز وحس إن أنا جاي بالدرجة اللي أنا عايزها وفعالي أنا ما بصت في الورقة لقيتها يعني يا دوب تجيبي المقبول يا دوب فأنا شخصي قالت الحمدل أنها جابت مقبول بعد كده بقت هي تحديدا وأنا بتكلم معها كالطالبة بصي الامتحان هيجي سهل جدا ولا يهمكو وجمده قلبكو وطبعا الامتحان مش هيجي سهل الامتحان بيبقى جاي متفاوت عشان التأديرات والرانكينج الترتيب بصوا أكيد أكيد هيجي في حاجات أنتوا عارفينها فلازم تبقى داخلين لازم تبقى داخلين وفقين من نفسكو وما يجيلك سؤال حاول يعني لف حوالين العوامل اللي هو بيسأل عنها أكيد أنت هتصادف العامل الصحي وتكتبه فبقى إيه تلعب بدان عندي فرد وفيه فروق فردية والضغط والقلق بيضغطه جدا لازم تتعامل مع القضاة دي طب أنا طالب في وسط ممكن مئة طالب طب أنا في الأسرة عندي طالب أو اتنين إدني أو بنتي فلازم أدير القصة دي بلاش المقارنات بلاش أن أنا حطى دايما تحت قلق ممكن أن نظم له وقته مرحليا طب هو نظم وقته تمام طب لقيته حات شوية يعني بيضيع وقته شوية لا إنت كده غلط إنت خلي بالك إنا ضيعنا ساعة مبارح إصحى أنا عارفة أن أنت منظم وقتك ومساست من نفسك تمام بس برضو يعني أنا بديك جرس كده أنا معاك خلي بالك شوية قلت ما فكرك بس طب حاضر والأسلوب نفسه في التواصل بيفرق كتير جدا الكلمة ممكن تطلع السماء وممكن كلمة تنزل الأرض ده ده منطقي لأن بالعكس ده كل ابني ما يكون حساس كل ما كلمتي قد يتأثر فيه فلازم أكون الدينمو اللي بيشجعه مش اللي بي لا مش فاكرة ما لعبت السنة اللي فاتت وفشلت وصلت في المادة لا خالص بلاش أنا عارفة أن أنت تعلمت من أخطائك بلاش اللي حصل السنة اللي فاتت أنا واثقة أن أنت الأصل عندك هو أنك تبقى أحسن حاجة في الدنيا ترجمة نانسي قنقر